زي عادة هذا البرنامج شغلتنا نحكي الحكاية طبعاً الموضوع بتاع مستشفى أويسنا راح وجي وجمل هنا وجمل هنا إيه هي الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ خلينا الأول نحكي الحكاية وبعدين نتكلم في تفاصيل كثيرة لأن هناك الكثير من التفاصيل أولاً زابط طيار كان واخد مراته في عيادة لطبيبة طبيبة أمراض النساء اللي بتتابع الحمل بتاع هذه السيدة الست دي حامل في الشهر الثالث الرابع حاجة في الحدود دي الطبيبة اللي هم عندها في العيادة قالت لهم على فكرة أنا مش يعني مش مبسوطة بالوضع ده لو سمحتم خليها تروح مستشفى خلي هذه السيدة الحامل زوجة الزابط الطيار تروح مستشفى الساعة وأنا بقى اللي جاي ده كله حقولوا لحضراتكم من واقع تقرير المستشفى يعني أنا بحاول بقدر الإمكان أجيب لكم معلومات موثقة عشان تعرفوا إيه اللي حصل بالضبط الساعة أربعة وتلت دخلت هذه السيدة المستشفى ومعها عدد من أقاربها دخلوا على الاستقبال قالوا إنه في حالة صعبة ومحتاجين طبيب كان فيه ده برضو تبقى لتقرير المستشفى اللي هيبقى تقرير رسمي هقول لحضراتك ده تقرير رسمي الكلام هقول لك ده كلام الساعة أربعة وتلت كان فيه اتنين ده كترة دكتور نباطشي ودكتور آخر اللي اتنين لأن ده قسم ولادة كانوا موجودين في حالات قيصرية يعني مرتبطين بعمل في هذا الوقت الطلب إنه يا جماعة الحالة اللي عندكو فيه الطوارئ يتعمل لها الكشفات وده تبقى برضو لتقرير المستشفى الكشفات التقليدية لغاية أما دكتور من الاتنين يطلع من الطوارئ أو يطلع من القيصرية فابتدى يتعمل تحاليل دم أشعة الحوض الأشياء اللي أنا ما فاهمش فيها اللي هي الإجرائية اللي بتحصل في مثل هذا الوقت شوية وجيه الطبيب واحد من الاتنين الأطبة أظن اسمه الدكتور أبو بكر جيه الدكتور أبو بكر إيه الحكاية إيه الموضوع لقى فيه وهو جيه على صوت خناقة بين أقارب المريضة السيدة المريضة الحامل وبين أطقم التمريض إنه فين الدكتور إحنا طبعا موقف طبيعي الناس ما بتبقى جايبة حد ممكن يبقى عنده نزيف أو 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 لإنه الطبيبة كانت شايفة إن هي في حالة صعبة يعني هي رايحة المستشفى في حالة صعبة عندها نزيف طب فين الدكتور فين كذا ابتدى يبقى فيه خناقة في نفس الوقت طبقا لتقرير المستشفى جزها وصل جزها وصل ومع ناس وابتدى يحصل الاشتباكات المؤسفة التي رأيناها جميعا في الفيديو المؤسف اللي إحنا شفناها طبعا بين قصين غني عن البيان الاعتداء على الأطقم الطبية في مصر سلو بلدنا للأسف أسوأ حاجة على فكرة بتحصل كتير إحنا بس ما بنشوفش جايز الحادثة دي خدت مجال يعني ولكن الاعتداء على الأطقم الطبية في مصر وعلى الأطباء سواء أثناء الدخول إلى المستشفيات أو بعد عمليات أو ممكن يكونوا مش راضيين على نتيجة العمليات يتم ضرب الدكاترة والممرضين وتكسير المستشفى ده سلو بلدنا هذا الأمر يحدث كثيرا ونحن لا نرى ولذلك إحنا عايزين تطبيق قانون المسئولية الطبية المهم نرجع تاني الموضوع دخل حضرة الزابط الطيار وقاموا بالاعتداء ده تبقى لتقرير المستشفى على تسع أفراد جوه المستشفى ضربا هو والناس اللي معاه قريبوا وعرفت معلومة إن كان معاه أخته وأخته طبيبة كانت في نفس المستشفى ويبدوا إنه ده السبب إنه هم جمل المستشفى دي لإنه أخته كانت في المستشفى دي وخدت أجازة بدون مرتب فهي تعرف المستشفى فعشان كده قالت إن المستشفى دي تبقى جيدة يجيب فيها الراجل مراته خناء أو بتاعه والست في حالة صعبة جدا المهم اضطر هو ياخد مراته ويخرج من المستشفى ويذهب إلى بعد كده مستشفى شبين الكوم التعليمي ده طبقا لتقرير المستشفى وفي مستشفى شبين الكوم التعليمي تبقى لتقرير المستشفى الزابط اتخانق تاني جوه هذه المستشفى ده تقرير المستشفى ده التقرير الرسمي للمستشفى في تسعة جوه تقرير المستشفى برضو راحوا عملوا محضر في قسم الشرطة بأنه قد تم الاعتداء عليهم حط الحكاية دي على جنب تبقى للكلام اللي بيقوله اهل الزابط والناس اللي بتتكلم في هذا الامر واللي مسؤولين عن الزابط ويعني عيلته والاخره الخبر بيقول أنه للأسف تم اجهاد أو حصلت حالة اجهاد لزوجته هذا الراجل كان بينتظر طفل فحصل اجهاد لأنها كان عندها نزيف ولكن هي راحت المستشفى بالنزيف يعني هي وصلت المستشفى وهي في حالة صعبة أصلا فكان وارد جدا أن يحدث هذا الأمر ليه أو ايه أو ازاي أنا مفهمش في الكلام ده وهذا أمر لجهات التحقيق هي تقرر أهل الزابط بيقولوا أنه هي ست قاعدت تنزف ثلاث ساعات وهو ده السبب أنه هذا الأمر وصل إلى هذه الحالة من التوتر والعصبية ده أهل الزابط إنما المستشفى بتقول لا إحنا عملنا كل الإجراءات أنا بقول لك هو وجيتين النظر إحنا عملنا كل الإجراءات وهما ما كانوش صبرين من الأول وهما تخرقوا مع أطقم التمريض واعتدوا عليهم إنما هي للزابط والزابط بيقولوا لا إحنا وقفنا ثلاث ساعات ومحدش جيه يلحقنا والنزيف ده كمل وعشان كده إحنا رحنا مستشفى أخرى